اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعاتكم المميزة إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء مستمعين مثل ما عودناكم خلال شهر رمضان خلونا نبتدي معاكم برنامجنا بسؤال الحلقة تطبيق طفلي يتضمن معلومات تتعلق بالأطفال حتى سن سنة واحدة سنتين ولا 100 سنة سنة واحدة سنتين 100 سنة سنتين ليعرف الإجابة طبعا يا موبايل الخيارات هذه الخيارات أنا حطيت لكم شوي غيرت فيها فليعرف الإجابة يرسل الإجابة مع الاسم الثلاثة على الرقم 4006 وإن شاء الله يربح معانا في نهاية الحلقة منختار فايز على جهاز لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي وبما أنها كحت فبقول اسمها يعني خلينا خلص الأخبار بس كيف بمسكها بزين صباحك ورد وحمود صباح الخير دكتورة وفعيش مندير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي ما تم عودناكم هي مرافقتنا في البرنامج خلال شهر رمضان طيب دكتورة خلينا بس أخلص الأخبار ومن مجع إن شاء الله ايه خذي راح تتشكل عموما خلونا نأخذكم في هذه الجولة السريعة لأهم طالعتنا بها الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية أول خبر يقول القطامي حريصون على تنويع الخدمات الصحية وتوفير الرعاية المتميزة أكد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن الهيئة تقدم مصلحة الجمهور المتعاملين في كل ما تقوم به وأنها حين تبرم اتفاقيات شراكة بين مستشفياتها ومستشفيات الخاصة لأنها تحرص من وراء ذلك على تنويع سلة الخدمات الصحية أمام المتعاملين وتوفير القدر المطلوب من الرعاية المتميزة للمرضى بما يحقق رضاهم وسعادتهم حيث واصلت هيئة الصحة بدبي توسيع نطاق شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص وأضافت الهيئة مستشفى خاص جديد إلى قائمة شركائها الاستراتيجيين حيث أبرمت أمس مذكرة تفاهم مع مجموعة VPS للرعاية الصحية الممثلة بمستشفى ميديور ويأتي ذلك بعد أن وقعت الهيئة في وقت سابق اتفاقيات مماثلة مع ثمانية مستشفيات خاصة استهدفت من ورائها توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأفراد المجتمع وتمكين جمهور المتعاملين من الحصول على أفضل خدمات المعتمدة على أحدث التقنيات والممارسات الطبية في إطار تنافس وضمن التعاون المثمر القائم بين المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة طبعاً من بين الأخبار والدراسات الثانية عندنا دراسة تقول الجوز يكافح سرطان القولون والمستقيم شو يعني مستقيم؟ تعرفين؟ أعتم شو؟ طيب خلاص ما في داعي عموماً أعلن فريق من العلماء في مختبر جيكسون للجينوم أن تناول الجوز يؤثر على بيئة الأمعاء مقللة من احتمال الإصابة بسرطان القولون والمستقيم طبعاً أنا ما بكمل الخبر بما أن تشاهد تضحكينها الكثير خلاص ما بكمل الخبر لا لا كنا عم نتكلم عن الجوز وأهميته للأمعاء وجود الأوميغا ثري اللي تكافح ومضادات الأكساد اللي تكافح سرطانات بأنواعها صحيح وخصوصاً عند الرجال عند الرجال طيب دكتورة خلينا نذكر بس بسؤال الحلقة اليوم سؤال الحلقة يقول تطبيق طفلي يتضمن معلومات تتعلق بالأطفال حتى سن سنة واحدة سنتين ولا مئة سنة أكيد مئة سنة أكيد لا بعد الفاصل ما نحدث في إجابة بعد لا أنا عم بحاول أشجع عموماً اللي حاب يشارك معانا وكا على أربع صفر صفر ستة وأيضاً مستمعين يعني اليوم نحن نحتفل باليوم العالمي بهذا الشخص الإنساني الشخص اللي يحمل الكثير من المعاني الجميلة في شو فيت شو ملاتي دكتورة أنا أبداً أبسطة في دكتورة مي طيب تحصل عادي يعني عموماً اليوم نحتفل باليوم التبرع بالدم طبعاً قبل ما يعني ناخذ تفاصيل هذا اليوم وناخذ هذا الحوار الشيق مع دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة في دبي نحن راح فيك حقيقة في الاستوديو معانا اليوم شكراً وسهلاً بيكم وأيضاً قبل لا أدخل بهذا التفاصيل غني أذكر المستمعين بحملة صحة دبي هذه الحملة العالمية للتبرع بالدم كون الأول بالضبط كون الأول في التبرع بالدم هذه الحملة طبعاً يروج لها نجم كرة القدم البرتغالي وريال مدريد كريسيانو رونالدو وطبعاً الحملة أطلقت وتستمر لمدة عام الآن تقريباً أولاً صباح الخير وكل عام أنتوا بخير ونعد عليكم رمضان بالخير والبرتة أطلقت في 17 أبريل هذا العام وتستمر إن شاء الله لمدة سنة وفي إقبال كبير وفي الهاصدة كبير مش بس على مستوى دولة الإمارات بس على مستوى الدول العربية المجاورة وكثير من الدول تحذو حذونا إن شاء الله وتطلق المبادرة بنفس الطريقة نعم الحمد لله الحمد لله وأيضاً دكتور نحن نتكلم اليوم حقيقة عن التبرع بالدم هناك بعض الحقائق التي تؤكدها منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام من بين هذه الحقائق تقول هناك عملية نقل الدم من العمليات التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة الناس غير أن كثير من المرضى الذين يحتاجونها لا يستفيدون من الدم المأمون في الوقت المناسب وقد تظهر الحاجة إلى نقل الدم في أي وقت في المناطق الحضارية والمناطق الريفية على حد سواء وقد أدى عدم توفر الدم إلى وقوع وفايات وإلى اعتلال صحة المرضى ويتم كل عام جمع نحو 108 مليون وحدة من وحدات الدم المتبرع به في جميع أنحاء العالم وتجمع قرابة 50% من وحدات الدم تلك في البلدان المرتفعة الدخل التي تأوي أقل من 20% من سكان العالم طبعا بهذه المناسبة دكتورة خليلية ناخذ كلمة من عندك في هذا اليوم اللي العالم كلها يحتفي بهذا الشخص الإنساني العالي الإنسانية نعم طبعا اليوم 14 يونيو وكل عام قررت منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى بعض المنظمات العالمية التي تدعم العمال الإنسانية وتدعم التبرع بالدم الطوعي باختيار هذا اليوم لتقديم الشكر والعرفان والتقدير للمتبرعين بالدم في كل أنحاء العالم لأنه المتبرع بالدم هو شخص كريم نبيل يساهم في إنقاذ حياة كثير من المرضى اللي يكون علاجهم الوحيد هو الدم طبعا بعد ما شئت الله سبحانه وتعالى فتم اختيار طبعا هذا اليوم لأنه يصادف ذكرى ميلاد العالم كارل لاندشتاينر وهو العالم اللي اكتشف فصائل الدم ومن اكتشفه فصائل الدم يعني أصناف الدم اللي هي الأي والبي والأي بي والأو بعدها بيزة تطور علم نقل الدم والحين يعتبر علم نقل الدم من العلوم الطبية المتقدمة والحديثة واللي دائما تشهد تطور في سلامة نقل الدم لأن التحدي الكبير مثل ما ذكرت حضرتك جميع دول العالم بالنسبة للدم فيه أمامها تحدي أنه توفر الدم الآمن والسليم وتوفره بالكميات المطلوبة وتوفره بالوقت المناسب لأنه من يصير حادث لا سمح الله ويكون فيه نزيف شديد فالمريض يحتاج إلى الدم في هذا كالوقت أما أنك مثلا تنقل الدم بعد ساعتين أو ثلاثة وتكون حال تحرجة فما حيكون فيه فائدة يمكن نفقد حياة المريض إذا ما يكون الدم متوفر في الوقت المناسب وبالكميات المناسبة وطبعا سلامة ومؤمونية الدم هي تحدي كبير يواجه جميع العالم على كثر الأمراض اللي المنتشرة واللي تطلع كل بين فترة والثانية فاليوم طبعا هو إحنا اليوم محتفلين باليوم العالمي وكل دول العالم كذلك نقدم هدايا للبسيطة جدا للمتبرعين بالدم مركزنا محتفل ببوسترات وألوان حلوة مبهجة نحن ناخد تفاصيل الفعاليات اللي أنتو تقيمونها في هذا اليوم لكن خليني أطلع فاصل قصير قبل الفاصل أنذكر المستمعين في حد مجاوب مئة سنة وهي والله يا رب لا أقصد أني أغشش ما تاخدوا كلامي صح في حد مجاوب مئة سنة هو تطبيق طفلي يتضمن معلومات تتعلق بالأطفال يمكن هو طفل في فكره وعمره وتفكيره يعني بحب يكون عمره مئة سنة ولساته طفل يعني بالغلط طرش المسج ما أعتقد أنه يقصد عموما تطبيق طفلي يتضمن معلومات تتعلق بالأطفال حتى سن سنة واحدة سنتين أمية سنة طيب وما نحذف خيار بعدين بعد الفاصل فاصل وما أرجح لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعيني الكرام حياكم الله معنا في هذه الحلقة المميزة من برنامج صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي طبعا قبل الفاصل توقفنا مع ضيفتايا في الستوديو دكتورة وفا عايش مدير دات التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي وأيضا دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة في دبي واليوم نتحدث ونحتفي بهذا اليوم العالمي يوم المتبرع بالدم طبعا في كل سنة الدكتورة هناك شعار لهذا اليوم شو شعار السنة هذه؟ شعار هذه السنة الدم يجمع بيننا جميعا شو يعني؟ ويقصد به أنه بغض النظر عن الجنسيات والألوان والأديان فالتبرع بالدم واحد كل البشر في عندهم دم والجميع يجب أن يسند الآخر بالتبرع بالدم اللي يساهم في إنقاذ حياة المرضى المحتاجة الدكتورة مي لما إحنا بنقول نتبرع بالدم في أكيد يعني مواصفات خاصة للناس المتبرعين بالدم شو شروط أني أنا أتبرع بالدم؟ يعني أنا كيف بكون مؤهلة أني أنا أتبرع بالدم؟ شروط التبرع بالدم هي تشمل طبعا أن يكون المتبرع في يوم التبرع بالدم بصحة جيدة مرتاح ونايم زين وطبعا يكون وزن الجسم أكثر من خمسين كيلوغرام ويكون الأمر بين ثمنطعة سنة إلى خمسة وستين سنة وطبعا يقوم الكادر الطبي بإجراء بعض الفحوصات الطبية السريعة مثل ضغط الدم يكون طبيعي نبض القلب وبالإضافة إلى درجة حرارة الجسم طبعا يفضل أنه شخص اللي يتبرع بالدم ما يكون يعاني من أمراض مزمنة مثل مش كل الأمراض المزمنة يعني أمراض الرئة المزمنة مثلا أو أمراض الدم الوراثية أو أمراض بعيدة الشر السرطانية وهؤلاء الأشخاص لا يفضل تبرعهم بالدم أو هل نسبة؟ هل في نسبة؟ نسبة الدم عندنا؟ أي طبعا بالنسبة لنسبة خضاء بالدم يجب أن يكون بالمعدل إحنا طبعا مش بس ناخد المعدل الطبيعي بس إحنا نحط في حسابنا أنه بعد التبرع بالدم يبقى الشخص في المعدلات الطبيعية لخضاء بالدم اللي يسمى الهيموغلوبين أنا بس أبغي أذكر بسؤال الحلقة اليوم سؤال الحلقة يقول تطبيق طفلية تضمن معلومات تتعلق بالأطفال حتى سن سنة واحدة سنتان مئة سنة أنا بشيل خيار واحد لأنه بشيل مئة سنة لأنه هذي هذي اللي يطرشوني مئة سنة هذي اللي ما أبغيهم يطرشوني مئة سنة هنزيل بشيل هذا أشاشكم طفلي طفلي هنزيل لا خلاص الحين يوم أنه وصلنا هذه المرحلة فبشيل مئة سنة طيب دكتورة فيه سؤال سؤال جميل جدا من مستمع عمار يقول السلام عليكم أنا محافظة على التبرع على التبرع بالدم أربعة مرات بالسنة في مشفى خليفة ومستشفى خليفة لكن منذ شهر طلع معاي السكر بعض الشيء هل لي الاستمرار بالتبرع في الدم أيضا في سؤال يقول هل الصايم يقدر يتبرع بالدم ولا لا بالنسبة للسكر إذا الشخص يكون مصاب بالسكر ويعتمد فيه علاجة على أخذ حبوط ويكون نسبة السكر طبيعية يوم التبرع بالدم فيجوز للتبرع بالدم لكن إذا يكون فيه علاجة يعتمد على الإنسولين فلا يفضل تبرع بالدم لأن يكون نسبة السكر غير مستقرة وحفاظا على صحته فما يفضل تبرع بالدم بالنسبة للصائم هل يتبرع بالدم طبعا في كل عام حقيقة من المملكة العربية السعودية في مثل تعميم يرجح أنه لا يتبرع الشخص الصائم أثناء الصيام لأنه يفطر الحاجم والمحجوم في حالة يصير عنده أغماء أثناء التبرع فيضطر إلى أنه مثلا يشرب سواء أو يشرب ماء فهيفطر فلذلك بنوك الدم في كل الدول الإسلامية تفتح بعد التبرع فأوقات العمل بالنسبة لمركز دبي للتبرع بالدم أثناء شهر رمضان الفضيل من الساعة التسعة إلى الساعة الثنتين بالنسبة لغير المسلمين الغير صائمين ونفتح بعدين من الساعة ثمانية ونص إلى الوحدة ونص ليلا لاستقبال المتبرعين من المسلمين وغير المسلمين شو فائدته التبرع بالدم؟ يعني فائدته علينا إحنا كأشخاص يعني أنا بدأتبرع بدمي عشان أنقذ هذا شيء إنساني أنا أكيد بحبه وبحب بس أنا كشخص صحي لأني أنا بعرف كوفاء بعرف أنه في فوائد صحية دكتور ميلو تنوهيننا فيها؟ طبعا التبرع بالدم المنتظم يساهم في تجديد خلايا الدم وتنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا دموية جديدة كما يساهم في تقليل من نسبة الحديد الزائد بالدم خصوصا عند مثلا المدخنين اللي ترتفع عندهم نسبة كريات الدم الحمرة والحديد وبالإضافة لهذا أثبتت الدراسات أنه التبرع المنتظم يساهم في تقليل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية يعني يقلل من كثافة الدم فهو في كثير من الفوائد بالإضافة لأنه طبعا هو فكرته تشبه فكرة الحجامة فكثير من المتبرعين اللي يتبرعون بصورة منتظمة يقولون أنه مثلا ألام الركب بتروح ألام الرأس يعني عندهم صداع يروح فبيريح الجسم لأنه شيء يعني صحي جميل دكتورة شو هي الشروط التي يجب أن تتوافر لدينا في شهر رمضان المبارك للتوجه بعد يعني الإفطار نحو التبرع بالدم شو لازم نسوي؟ بالنسبة للمتبرعين بالدم طبعا إحنا عندنا التبرع بالدم نوعين في التبرع بالدم الكامل اللي يطول تقريبا 7 إلى 10 دقائق ويتبرع الدم بدمه كامل ويسحب في كيس وطبعا بعدين يتم تحضير المكونات منه وبهذا طبعا المتبرعين عادي بعد التبرع بالدم يرتاحوا لهم شوية بعد الأفطار ويتواجهون إلى مراكز التبرع بالدم ويتبرعهم في عندنا تبرع آخر اللي هو التبرع بالصفائح وتبرع الصفائح يتم بيسحب كميات من البلازم الدم فإذا يكون الشخص ماكل أكل دسم في كميات كبيرة من الدهن فما نقدر نستخدم هادي فلذلك أحنا دائما نحاول أنه نسحب الصفائح صباحا وإذا فيه طبعا متبرعين مساء لأن نحتاج ما نقدر نعتمد بس على فترة الصفاء فنفضل أن يكون يفطرون فطور خفيف ويتبرعهم بالصفاء ونحا طبعا نقطع عصائر ونقطع شي بكاليسيوم لتفادي مضاعفات التبرع جميل اللهم أصلي على سيدنا محمد لأن فيه شخص عندنا يقول برنامج جميل ولا تنسوا الصلاة على الحبيب أيضا عندي مستمع عائشة إجابتك غلط وبشوف موضوع أنك حاولت تنزلينا التطبيق لكن فشلت فيه تنزيله فبشوف هذا الموضوع معك دكتورة تبغين تسين دكتورة شي؟ بالنسبة للكامل كم يعني هل يجب أنه يكون أول شي هل بياخد موعد قبل ما يجي أنه ولا على طول ممكن يدخل على عندكم المركز بياخد لا المتبرعين يدخلون أهلا وسهلا بهم بالنسبة للتبرع بالدم والتبرع الكامل بالدم كم سي سي يعني كم أم أل بياخده من الشخص 450 مليلتر اللي هو أقل من نص لتر من الدم وطبعا هذا يتم تعويضه بسهولة بالنسبة للشخص يكون وزنه أكثر من خمسين كيلوغرام جوابتني على السؤال ما يأثر عليه على اليوم الثاني في الصيام؟ لا أبدا ما يأثر عليه احنا مثل ما خبرنا أنه في فحص قبل التبرع بالدم وما نأخذ المتبرع على مثلا أقل معدل لمثلا الهيموغلوبين أو النبضان ما نحط سيف مارجن يعني يكون بعد التبرع الهيموغلوبين عنده أنا أبغي بعد أدخل شوية في موضوع الصفايح الدموية لأنه يعني موضوع شوية البروسيس ماله يطول أكثر من التبرع العادي وأيضا في له فوايد معينة ما تكلم عنها مع الدكتورة مي لكن خلونا نطلع فاصل قبل أن نطلع فاصل نذكر بسؤال الحلقة اليوم سؤال الحلقة يقول تطبيق طفلي يتضمن معلومات تتعلق بالأطفال حتى سن المئة سنة أو سنة واحدة ولا سنتين يمكنكم رسالة الإجابة مع الاسم الثلاثة على الرقم 4006 فاصلوا ما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعنا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي وعبر إذاعة نور دبي طبعا نذكركم بسؤال حلقة اليوم تطبيق طفلي يتضمن معلومات تتعلق بالأطفال حتى سن السنة واحدة أم سنتين يمكنكم رسالة الإجابة على الرقم 4006 نرجع للحديث عن موضوع حلقتنا اليوم واللي نتحدث فيه حقيقة عن المتبرع بالدم واليوم العالمي للتبرع بالدم دكتورة للأشخاص اللي انضموا لنا حاليا على السماء دكتورة مي رووف مدير مركز دبي للتبرع بالدم والدكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية السريرية دكتورة مي يعني ماذا تعني عملية التبرع بالدم وتوفيره بشكل آمن يعني كمصطلح عام للمستمع طبعا التبرع بالدم يضمن إجراءات لضمان سلامة ومؤمنية نقل الدم وتبدأ هذه بالاختيار الصحيح للمتبرع بالدم قبل التبرع بالدم في استبيان وهذا الاستبيان يحتوي على 42 سؤال دائما المتبرعين خصوصا المتبرعين المنتظمين يشكون من هذه الأسئلة لكن حاولتوا تعملوا سمارت يعني تاتشابل تاتشابل إن شاء الله على نهاية هذا العام لكن طبعا بنك الدم في دبي هو بنك معتمد من قبل جمعية بنوك الدم الأمريكية ماخذ الاعتماد الدولي ومن ضمن الإجراءات اللي تضمن سلامة نقل الدم هو الإجابة على الأسئلة هذه بإخلاص وبدقة على الأسئلة لا بتأثر على لكن المركز لا يعتمد على إجابات الأسئلة هذه فقط لا هذه الخطوة الأولى لأنه فيها ضمان لسلامة المتبرع وفيها أسئلات تتخص لسلامة المريض طبعا في كثير من الأسئلة اللي مثلا عن السفر ويشكون منها المتبرعين دائما مثل السفر إلى منطقة مبوءة بالملاريا ما يجوز لا يتبرع بالدم أو مثلا كل ما يظهر عندنا مثلا فيروس مثل فيروس زيكا أو فيروس H1N1 ففيه إجراءات تنستلمها من منظمة الصحة العالمية لسلامة نقل الدم بس طبعا بعد التبرع بالدم في حوصات طول ما يقارب لثمان ساعات على عينات الدم للكشف عن الأمراض الفيروسية اللي تنتقل عن طريق نقل الدم وهذه طبعا تعمل بطريقتين وحمد لله الإمارات من ضمن أوائل الدول في الشرق الأوسط اللي أدخلت فحص الحمض النووي وهو فحص باهظة الثمن طبعا للكشف عن فيروس نقص المناعة المكتسب بالأيدس والمرض اللي سبب إلتهاب الكبد الوبائي نوعباء وجيم فيه فحصات نعملها بطريقة السيرولوجي وفيه تأكيد إلها بإجراء فحص الحمض النووي فحصات جدا دقيقة لضمان سلامة نقل الدم طبعا فيه كثير إجراءات نعملها فيه فلترة لكريات الدم الحمرى حتى نزيل عنها كريات الدم البيضاء اللي تفيد مرضى الثلاثيمية وتمنع التفاعلات للصير عندهم بعد نقل الدم حاليا لحندخل تشعيع للدم شو يعني تشعيع الدم؟ رادياشن تشعيع الكريات الدم الحمرى والصفائح الدموية إن شاء الله في سبتمبر لحندخل من أحدث الأجهزة عالميا لتشعيع الدم هو اللي يفيد المرضى اللي عندهم نقص في المناعة أو حديثي الولادة فيه إلى إجراءات طب التشعيع زي ما حكى محمود هي لما نعرضها للأشعة هاي بيطلع بعض الأشياء لا 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 هذه مجرد الأشعة جدا سليمة تقتل خلايا اللنفاوية وتمنع المضاعفات هو يعني بس أجود أنواع الوحدات الدموية طبعا بعد إجراء هذه التقنيات هذا يبالنا شيء أنت يوم تقولينها الكلام تذكر الدعايات اللي تطلع في التلفزيون أجود أنواع الألبان أجود أنواع الأجمار لأنه لأن يعني أحب اليوم أذكر معلومة كثير حلوة أولا الإمارات كانت في 2008 وتحت الرعاية الكريمة اللي صاحب السمو والشيخ خليفة بن زايد قال إنهيان الله يحفظه كانت أول دولة عربية وخامس دولة في العالم في استضافة اليوم العالمي للتبرع بالدم وكان هذا في 2008 وحضرت للإمارات ممثل عن 120 دولة في العالم للاحتفال بهذا اليوم وما زلنا في اليوم 2016 وإحنا أول دولة عربية استضافت هذا الحدث العالمي يعني في 2008 جوي مدراء نقل الدم من 120 دولة وطبعا ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات ثانية وهذا طبعا يعكس دعم القيادة للتبرع بالدم كون تبرع بالدم طوعي 100% لأن كثير من دول العالم ما زالت ما عندها برنامج آمن للتبرع بالدم فهذا شيء كثير يعني بصراحة نفتخر به بالإضافة لهذا في 2010 اختارت منظمة الصحة العالمية الإمارات ضمن خمس دول في العالم في سلامة نقل الدم نحن يسألوني دكتورة ياريت تذكرين بمركز التبرع بالدم نذكر بالمكان والدوام ووقات الدوام في رمضان وأيضا إذا في رقم للتواصل معكم دكتورة نعم يقع مركز دبي للتبرع بالدم داخل حرام مستشفى لطيفة ومبنى بروحة واقف مفصل لكن داخل حرام مستشفى لطيفة يعني من تدخلون المستشفى عدوا تاخذوني سار بيكون المبنى على يدكم اليمين نعم يفتح في رمضان من الساعة التاسعة للساعة الثنتين ظهرا لغير المسلمين لغير المسلمين وغير الصائمين وبعدين نفتح من الساعة ثمانية ونصف مساء وحتى الساعة الواحدة والنصف صباحا لإستقبال المتبرعين بالدم بالنسبة للهاتف اللي يتصلون بالجمهور صفر أربعة تنين واحد تسعة ثلاثة تنين تنين واحد إذا في عندهم أسئلة أو استفسارات وطبعا أحب أنه يوميا في عندنا حملات للتبرع بالدم خارج المركز باستخدام بنوك الدم المتنقلة اللي هي باصات مجهزة لاستقبال المتبرعين يمكن يتصلون بالمركز لمعرفة وين يكون مكان الحملة في كثير من الأوقات تكون في مكانات عامة إذا قريب على مكان تواجدهم ممكن يتوجهون لبنوك الدم المتنقلة نأكد أنه ما لازم يكونوا ماكلين دسم قبل ما يروحوا يعملين البلازم لكن أنا أريد سؤال بالنسبة للتغذية الخاصة شو الواحد ممكن يأخذ على أساس أنه يفيد الدم يرفع خضاب الدم أهم وأهم ورقم واحد اللحم الحمراء هي المصدر الرئيسي لرفع خضاب الدم أيضا طبعا كل البروتينات الحيوانية البيض الأجبان الألبان فيها تساعد على رفع خضاب الدم لكن تفعيل امتصاص وإحنا عادة بهمنا بخضاب الدم أن يكون نسبة الحديد عالية ما يكون عندهم فقر دم كذلك أنا أتكلم تغذويا دكتورة مية طبعا الأشياء الأخرى تخصص دكتورة مية لكن تغذويا لما نتكلم على فقر الدم نحاول دائما أنه ما يكون عندهم فقر دم الحبوب الكاملة اللحوم إذا نباتي وعادة أن هدول بيكون عندهم مشكلة بامتصاص الحديد دائما ننصح منهم ياخدوا فيتامين سي وقت الأكل يعني بمعنى أنه أنا عم بأخذ سبانخ وبدي أزيد خضاب الدم وامتصاص الحديد في نفس اللحظة اللي بدي أكل فيها السبانخ أقطع الليمون وأزيد وأحصر وأكل بنفس اللحظة العدس البقوليات جميعا عشان أدعم عملية الامتصاص لازم يكون مصاحب إلها فيتامين سي اللحوم الحمراء لا سهل للدخول إليها الآن الناس اللي عندها مشكلة في خضاب الدم أو في فقر الدم خلينا نقول يفضل دائما أنه حتى لو مثلا يمتلع على الأشياء اللي ممكن تسبب قلة الامتصاص ما ياخدوا زينك مع الحديد الشاي للناس اللي بيأخذوا النباتيين بكل الأحوال لا يمتص الحديد من المصدر النباتي لا يمتص وعشان أفعله لازم أخذ فيتامين سي وإذا كنت بدي أخذ شاي في ناس ما بيقدروا إلا يأخذوا شاي مع الأكل حتى لو بيأكلوا مصدر نباتي يرشوا ليمون على الشاي بتنفتح الأبواب لامتصاص الحديد ويمتص بصورة أسرع أما إذا كانوا عم بيأخذوا مثلا كبد دجاج كبد لحم أو لحم حمرة ستيك أو غيره الحديد يمتص يمتص بغض النظر عم بيأخذ شاي أو عم بيأخذ قهوة طيب أنت تقولين اللحوم الحمرة في لحوم صفرة أو لحوم خضرة أوه اللحوم البيضة اللحوم البيضة اللي هي الأسماك أوكي وإن دجاج وإن تسألني كتير أسئلة صعبة وإن دجاج وإن دياع شلونه؟ أبيض أبيض لا بس لا الفخد أحمر والصدر أبيض آه بعد سالفة عمانوت خيب إذن خلونا نذكر بس بسؤال الحلقة عندنا أقل من خمس دقائق أربع دقائق بالضبط وما نوقف استقبال الإجابات سؤال الحلقة يقول تطبيق طفلي يتضمن معلومات تتعلق بالأطفال حتى سن السنة الواحدة ولا سنتين نحذف إجابة؟ لا بقى يعني إحنا منظل نقول غض الأطفال لعمر كم؟ إذا إذا مبارح كانت الحلقة مبارح تتكلمني عن الأغذية التكملية تبع من ست شهور فيعني ست شهور لكم؟ لكم؟ سنتين؟ مثلا مثلا عموما دكتورة مي بالنسبة للتبرع بالدم يا ترى ما بين الذكور والإناث هل الفحص يختلف ما بين الذكور والإناث؟ هذا واحد أثنين ما بين الذكور والإناث شو المتطلبات؟ لأن طبيعة جسم الرجل مختلفة عن جسم المرأة ولكن هل التبرع بالدم أنتوا تحتاجون أوقات معينة للمرأة تختلف عن الرجل أو مواصفات معينة؟ يجب أن تتواجد في المرأة على أساس تخذون منها هذا الجزء المتبرع منه؟ طبعا حسب إحصائياتنا النساء يكونون 4% فقط من مجموع المتبرعين بالدم لأن المرأة فيه طبعا فكرت ما عندهم دم لا بالعاكس بالعاكس كثير من النساء يحبون يتبرعون بالدم لكن طبعا فيه عوامل فيزيولوجية مثلا المرأة الحامل ما تقدر تتبرع بالدم المرأة المرضع اللي عندها رضيع ما مفضل تتبرع بالدم بالنسبة للاختيار المتبرع أو المتبرعة طبعا نسبة خضاء بالدم تختلف لأن بصورة عامة نسبة الهيموغلوبين خضاء بالدم عند المرأة أقل من الرجل فلذلك احنا مثلا أقل نسبة نقدر ناخدها للحريم هو 12.5 جرام لكن بالنسبة للرجال يتبرعون أقل شيء بال13 فبس طبعا الوزن لازم يكون أكثر من 50 فالسبب رفض المتبرعين كثير مرات يتقدمون حريم ويكونون غير مطابقين للشروط يكونون وزنهم قليل يكونون وزنهم قليل نعم بنرفض متبرعا عشان الوزن عشان نسبة الهيموغلوبين وبالإضافة لأنه مثلا كونها حامل أو كونها أنا عشان أثبت لكم دكتورة وفا كم وزنتش مستحيل تقول لا بقول 56 ليش ما بدي أقول أتجيب الميزان عموما الدكتورة بس يعني بس ما تسألني يا عمري لأني ما حق أجاوبك هذا بعد واحد من الأسئلة أنت تسألونها الدكتورة هي العمار طبعا نعم لازم من 18 إلى 65 أنا بظل 25 دكتورة بس وخلاص لا خليني بزيدها شوية بس ما بزيد أكتر طيب نحن إليما الجماعة يختاروا لنا اسم الفايز معنا دكتور نحن قبل الفاصل كنا نتحدث عن التبرع بالصفائح الدموية وقلنا نحن نتحدث عن هذا الموضوع شوية بشكل مفصل أو خلينا انبسطة للمستمع يا ترى ما هو التبرع بالصفائح الدموية كم المدة اللي يستغرقها هذا الموضوع وأيضا الفايدة اللي تعود على المتبرع وعلى المتبرع له من خلال هذا الموضوع وأيضا أنا بغير ركز على هذا الموضوع لأن أنا شوفه حقيقة يعني اللي إيه ويتبرع بالصفائح الدموية أنا شوف هذا إنسان مؤشر الإنسانية عالي عنده كريم كريم ونبيل وعنده طويل البال يعني التبرع بالصفائح الدموية هو يتم عن طريق جهاز خاص يتم تركيب بأدوات الخاصة بالسحب وتستعمل لمرة واحدة فقط عملية آمنة وسليمة 100% ما فيها مضاعفات مرات تحدث مضاعفات جدا خفيفة وبسيطة وتروح في فترة دقائق الجهاز يأخذ يصحب الدم وداخل هذا الجهاز فيه جهاز للطرد المركزي فيطلع الدم من جسم المتبرع بالدم إلى جهاز الطرد المركزي يتم تجميع الصفائح الدموية في كيس وتجميع كريات الدم الحمراء في كيس ثاني بعدها الجهاز يرجع كريات الدم الحمراء للمتبرع ويرجع يأخذ كمية ثانية من الدم بنفس الطريقة وهو حقيقة المتبرع ما يفقد كريات الدم الحمراء اللي تحتوي على الحديد مثل ما يفقده في التبرع بالدم الكامل ولذلك اللي يتبرع بالدم الكامل يمكن يتبرع مرة ثانية بعد شهرين هاي الفترة المقبولة بين التبرع والآخر لكن اللي يتبرع بالصفائح الدموية ممكن يتبرع بعد عشر تيام لأن الجسم ما يكون فقد كميات من الكريات الدم الحمراء اللي تحتوي على الحديد بس يفقد سوائل وممكن تعويضها بعد 48 ساعة شوف فائدتها طبعا للمريض المرضى اللي يحتاجون صفائح دموية ندرم فقط يمكن الحديثي الولادة هم اللي ياخدون مثل واحدة واحدة من صفائح دموية عادة يتم نقل 10-15 أو 20 أو أكثر للمريض اللي يكون عنده نزيف لأن صفائح الدموية هي خلايا تساعد على تخثر الدم ووقف النزيف فدائما المرض من يكون عنده نقص في الصفائح الدموية نحتاج إلى أن ننقله مثلا 20 أو 15 وحدة فمن ياخذها من عدة أشخاص ممكن جسمه بعد هذا يكون أجسام مضادة يشتغل عنده جهاز المناعة ويسبب بعض التفاعلات الغير مرغوب بيها لكن بالنسبة للتبرع بالصفائح الدموية نحن ده نجمع كمية كبيرة من صفائح دموية من شخص واحد اللي هي تساوي تقريبا 5 أو 6 اللي نسحبها من أشخاص يتبرعون بالدم الكامل فبهذا طبعا تكون أفضل وأجود أنواع الصفائح الدموية التي ممكن أن تعطى لمريض كم سي سي دكتورة بتاخذها؟ والله هي تعتمد بتقريبا من 170 إلى 130 أم أل كمية طبعا هي تكون بلازما دم مع صفائح دموية جميل أنا الوقت داهمني خلوها نعلن اسم الفائز معنا اليوم الفائز أو الفائزة فاطمة غانم عيسى فازت معنا بجهاز لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات يعني كان ودي أعطيكم مجالكم منذ كالوانا مستغرب اليوم ليش تبغي تطلعنا من وقت بيته ما أدري الزيه قالت خلص الزيه مع الدكتورة مية جميل لا يحسب الله يخليكم إزاكم الله خير على هذه الحلقة الممتعة وإن شاء الله غدا لنا موضوع آخر وما نفتح المجال كذلك لا أحيانا لا تعطوني هذا لا فاطمة عيسى جاوبة غلط صح؟ هذا الكمبيوتر منتفك اسحبوا مرة ثانية يلا خليكم راشد أقولت شي بما أن فاطمة يعني اطلع اسمها مناخذ فاطمة لو أنه إجابتها غلط وراشد خالد الكعبي بعد فايز معانا أعطوه إجابتهم فمناخذ اثنينة طب شو الإجابة؟ الإجابة هي سنتين صح تطبيق طفلية تضمن معلومات تتعلق بالأطفال حتى سنتين البالحة نحن تكلمنا عنها ممكن أضيف معلومة سريعة أنه تبدأ من تسعة شهور من الحمل وحتى سنتين ماشي فخلص مدام ذكرنا سمه حرام يعني ما نعطيها لو أنه إجابتها غلط كريم محمول والله إذا هم الله خير دار تقنية المعلومات يعني يحبوا يشاركون بهذه الأجهزة فشكرا جزيلا لهم عموما هي الفكرة ترى مش بقيمة الجائزة على كثير ما هي التوعية أو المعلومة توصل للجمهور عموما كل شكر دكتورة وفاعش مدير الدار التغذية السريرية وإيضا شكر مصولة دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم طبعا اليوم نحتفي بهذا اليوم العالمي نرجو منكم التوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم من الساعة الثامنة والنصف حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل في حرم مستشفى لطيفة المملم يكون عنده المستشفى حاضر 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 عموما دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي